السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء طلبت قسم العلوم المرحلة الأولى مادة التعليم الأساسي محاضرتنا لهذا اليوم تضمن نواتج التعليم الأساسي يسعى التعليم الأساسي إلى تزويد التلاميذ برؤية أوسع لبيئتهم المادية والثقافية المباشرة والبيئة الأوسع نطاقاً ومن خلالها يتم إكسابهم مهارات القيم الديمقراطية التي تشملنا التسامح والمشاركة إضافة إلى تحمل المسؤولية واحترام الآخرين وهذا هو حافز لتنمية المعرفة والمهارات والمواقف أزاء التعليم مما سيحدد مدى قدرتهم في المستقبل على القيام بواجباتهم التي تفرضها عليهم المدرسة أو أماكن العمل أو الأسرة أو المجتمع إذن فهي وسيلة مستديمة متسمة بالإبداع والإمتاع والترغيب لكونها موجهة نحو العمل وكذلك فإن المنهج الدراسي يركز على مبدأ التعاون بين الدارسين بدل التنافس وعلى التفكير بدل الاستذكار إضافة إلى التفاعل بدلاً من التعليم القائم على التلقين إذ يوفر للتدارسين فرصة كبيرة للانتفاع على نحو مرن وميسور بالمواد الموجودة بالمدرسة وبالبيئة المحيطة إضافة إلى أنه يأكد على حلقة الوصل بين التعليم وعالم العمل أما بالنسبة لنواتج التعليم الأساسي فهي تضمن أنه عدد من النواتج اللي نطمح إلى تحقيقها بالتعليم الأساسي منها الحصول على أساسيات بالعلوم الإسلامية واللي هي ضرورية لحياة المسلم كبداية أو أساسيات إضافة إلى أساسيات في نون اللغة العربية من نحو قواعد ولغة وتقدير التراث الوطني والعربي والإسلامي إضافة إلى القدرة على التعاون والتواصل والبحث والاستقصاء هذا بالنسبة للطلبة إضافة إلى إكسابهم مهارات التعلم الذاتي والتوصل إلى المعلومة بأشكالها المختلفة وهذه نقطة مهمة جداً إضافة إلى كفايات التفكير العلمي الناقد والابتكار والإبداع والتذوق الجمالي وكذلك تركز نواتج التعليم الأساسي على معرفة جيدة بالرياضيات والعلوم ومهارات استخدام الحاسوب إذ لا بد أن يمتلك الطالب هذه المهارات وكذلك إلمامه بمادة اللغة الإنجليزية وإحنا ذكرنا محاضراتنا السابقة أن معرفة اللغة أخرى غير اللغة الأم هي تعتبر كبوابة للإطلاع على ثقافات المجتمعات الأخرى واتقان مهارة العمل وحسن توظيف الوقت يعني استغلال الوقت بما يتلاء مع العمل الذي يقوم به المتعلم والمحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها إضافة إلى تنمية المهارات الفنية والرياضية والموسيقية المناسبة للطالبة وتنمية مهارات حياتية بيئية من الواقع وتكوين اتجاه إيجابي نحو الأعمال اليدوية الحياتية وأحترامها شكرا لحسن إصغاءكم ترجمة نانسي قنقر